أعلنها الرئيس التركي واضحة في مواجهة خصومه السياسيين مرشح تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل هو الطيب أردوغان كلمات أنها بها الجدل الدائر بهذا الشأن وقطع بها الطريق أمام من دفعوا باتجاه انتخابات مبكرة ظنين أنهم بذلك سيورطون الرجل بالتوجه نحو الانتخابات وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ولم يقف أردوغان عند إعلان ترشحه بل طالب زعيم أكبر أحزاب المعارضة كمال كيليشدار أغلو بالإعلان عن ترشحه أو إعلان تأييده مرشحا آخر لخوض الانتخابات الرئاسية في إشارة من الرئيس إلى التحالف المتعثر لبعض الأحزاب وهو التحالف الذي لم يتمكن حتى اليوم من الاستقرار على رأي بشأن التوافق على مرشح واحد لأحزاب المعارضة ويستند الرئيس التركي إلى سجل حافل من الإنجازات خلال مدة عمله السياسي منذ كان رئيسا لبلدية اسطنبول ثم رئيسا للوزراء فرئيسا للجمهورية وهي إنجازات لا ينكر أكثرها حتى المعارضون له إذ أحدث الرجل طفرة اقتصادية هائلة مكنت تركيا من حجز مقعدها ضمن مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم كما أحدث طفرة مماثلة في تطوير الخدمات والبنية التحتية للبلاد ما جعلت تجربة التركية وما أنجزته مثار إعجاب في مختلف دول العالم أما المعارضة فهي بحسب مراقبين تستند إلى ما يمر به الاقتصاد التركي مؤخرا من أزمات بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة العالمية الناجمة عن الحرب المشتعلة في أوكرانيا فضلا عما خلفته محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 من تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي كل ذلك يؤكد بحسب المراقبين أن الانتخابات المقبلة والتي تتزامن مع المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية ستشكل حدثا مفصلية وعلامة فارقة في التاريخ التركي